حول موضوع احتجاج أستاذة التعليم الابتدائي يلتحق معنا في الأستوديو الأستاذ بلالتلمساني عضو التنسيقية الوطنية لأستاذة التعليم الابتدائي أهلا بك سيدي السلام عليكم وشكرا للاستضافة إذن تابعنا جملة من المطالب ما هي المطالب ربما التي تحدثتم عنها وقلتم أنها مؤجلة وتريدون بضرورة تفعيلها السيد أتلمساني السلام عليكم مرتين هنا أول شيء بينا نتكلمه أنه في الأول الوزارة كانت تكلمت معنا أبوا بالحوار ولكن بعد مدة معينة يعني نقطع هذه الاتصالات كنا تتفقنا على عدة أشياء على عدة خطوات لكن مقاتل الأشياء حبر على وارق يعني ما تفعلتش هذه الأشياء نحن بعد ذلك يعني قررنا المواصلة في الإضراب والمواصلة يعني في النضال نحن شفنا أنه تفقنا على عدة أشياء أنه مثلا المذكرات في جيفي جام يعني توفرنا مذكرات مرقمنا تفهمنا كذلك على طرحنا موضوع الساحة وطرحنا موضوع المطعم نحن شفنا مازال الأستاذ يحضر سبع مذكيرات مازال الأستاذ يحضر هو يأضطر المطعم هو يأضطر الساحة مازاله يعمل خارج أوقات العمل كل هذه الأشياء يعني ما زالنا نددو بها ونطالب نطالب دائما ونقول إذا أردنا حوار حقيقي وإذا أردنا الخروج من هذه الأزمة يجب أن نغلب حسن النية بيننا ونغلب مصلحة المدرسة ومصلحة التلاميذ من الجانبين ما نقول للأستاذ أنك لجب عليك أن نغلب مصلحة التلاميذ ومصلحة كذا ومن الجانب الآخر نشوفه لا مبالات لا فتح لي حوار عدم تطرق لهذا المشاكل نريد اليوم حلول أكثر مما نريد سيدام نحن ليس أهمنا راحل أحد ولا سيدام مع أحد نريد فقط أن نصل إلى بر الأمان ونبني هذا الوطن معا وهذا وش نقدر نقول فضل موضوع بالنسبة لآن بعد هذه الحركة الاحتجاجية التي قمتم بها أمس ما هل تلقيتم أصداء أو رسائل مثلا من الوزارة المعنية باستدعائكم ربما لحوار شوفي البخت باش وصلت تأسيد التعليم يبدأ إلى هذه المرحلة ركضنا شفنا من 6 أكتوبر ونحاولون نقوحولون وصلنا للمرحلة بعد ما في الأول بعد ما تفاوضنا وقبلوا بنا كشراكاء وكمحاورين وكممثلين لهذه الأستاذة كانت في البداية تنسيقية غير محتمدة ما زل حتى الآن ما زلنا في قيد التنظيم في قيد كذا نحن نشوفه الآن بقدر ما نشوفه نحاولون نلقاء حلول ما نشوفه على الإطالة القانونية نحاول نلقاء تغطية نشوفه الدولة هي التي وفرناها تغطية نحن أكثر شيء قدرنا نطرر هذه الأستاذة قدرنا نرفعه صوت الأستاذة نحن هنا لسنا لاتيخاذ القرار نحن نرافع ما طالب الأستاذة طالبوا بهذا الوقفة بعد ذلك يعني شافوا بأنه هذا الوقفة أرادوا وقترحوا فيما بينهم أنها تكون مسيرة للحكومة ورفع رسالة الوزير الأول في عملية سلمية يعني راقية نحن نشوفنا في المقابل أنه كان هذا الشيء مرفوض بعد ذلك صلاة هناك بعض المشاحنات وبعض الصدمة التي نحن ندد بها أنه من حق الأستاذ عبر من حقه يصل مطالبه للوزير الأول والمسؤول تاعه نشوفنا بأنه صلاة منع وصلاة بعد ذلك عدة مشاحنات بعد ذلك حاولوا كيف يخرجوا في هذه المسيرة بعد ذلك حاولوا يعني وصلوا بالأستاذ الأختي الفاضلة أنه يجري في أزيقات القصبة اليوم الأستاذ من حقه أن يعبر نطالبوا من الوزارة ومن الدولة كما شافوا لعدة قطاعات بسرعة حسنة وكانت سرعة في التنفيذ شفنا صفة الدولة أختي في عدة قطاعات شفنا أن الدولة مرتت صلاحياتها في عدة قطاعات دات قرارات دات وفي كيولات القطاع تعني أقول لي هو قطاع حساس شفنا هناك بط شفنا هناك لمبالات نطالب نطالب مرة ثانية بالحلول المستعجلة لهذه القطاع فقط حبيت يعني نعرف تعليقك على أنه وزارة التربية من خلال مديرية المدارس الابتدائية المضربة سعت إلى إقناع المضربين بالتنازل عن أقسامهم لأسادي إذا غير مضربين كحل يعني ترقيعي يعني كيف تعلق على هذا القرار الذي قام به بعض المدارس هذه ممكن يعني ممكن نشوف الجانب تأتي تلابيذ لو يشوفوا الجانب تأتي تلابيذ يحبوا يشوفوا هذا الشيء من حقهم ولكن هذا الشيء يعد لأساتذاء إذا رفضوا إذا قبلوا إذا ما قبلوش نحن فقط نوصل لمطالب الأساتذاء نريد اليوم أن نشوف هناك هذه مهديئات يعني لتهديئات الأوضع نريد عملية استئصالية عملية جراحية لهذا القطاع باش ننضو به من لا إذا أردنا أختي باش نبني هذا الوطن رأينا شفنا التدافع ليروا في هذا الوطن يعني بد ما كنا مرحلة كما يقول ملك بنو نبي الأمم تبنى على ثلاث مراحل أختي تبنى على مرحلة الأشياء مرحلة الأشخاص ومرحلة الأفكار احنا مرحلة الأشياء اللي هي مرحلة المؤسسة الدولة الجزائرية خلاص الحمد لله عندها مؤسسة الآن هذا التدافع شيء عادي لازم الدولة الجزائرية تفهم بلاي تدافع الشعب الآن يطالب حقه في بناء يطالب حقه في التغيير احنا كأستيدا وفي قطاع تعنارنا مسؤولنا لهذا القطاع نحاول الرقيب المدرسة الجزائرية نحاول إصلاح المدرسة الجزائرية لأن هذا المرحلة يسمى مرحلة الأشخاص هل تدعم من حقنا أن نصلح الأوضاع مبني ومجتمع قوي متماسك ويعطينا هذا الشيء الحق لأن المدرسة الإتبارية الأخت الفاضلة أنتجت أنتجت أحدث أشياء أنتجت الشعب المتماسك اللي لا يقبلش تفريقا لا يقبلش تقسيم لا يقبلش أحدث أشياء تقبل بهذه الشعوب بدول العالم الثالث سيد تلمساني ربما بين الأطوار التعليمية لقد ناضط من أجل حقوقها وافتكت بعض الحقوقها لماذا هذا الطور الطور الابتدائي دائما هو المتأخر هل المشكلة في النقابات التي تقوم بالمشكلة في النقابة المتكفلة بها أم أن هناك مشاكل أخرى يعني تتعلق بها أنا والله أستغرب من واحد الأمر مهم أنه شفت أن يعني الوزارة تعيب علينا وحد الشيء أننا ما رأنا يعني نحت قيطاع قانوني هذا الأيب يأخذوا النقابة لم يقدرش تحتوي هذا القيطاع خلات هناك فراغ في هذا القيطاع اللي يجينا نحن كشباب من أسيد من تأسيد تعليم الإبتدائي ودينا هذا الموقع ورن نقوله ما رأنا نحوسه نحاوله سيدان مع الوزارة ولا راحي الأحد بقدر ما نحاول أن نجد حلولا نحن رأنا نشوفه الآن بأن هناك رفض بعد ما قبلتني في الأول وتفاوضت معي وقلت لي أنك مفاوض وأنك ممثل شرعي لهذه الأسديدة اليوم رأنا نشوفه أنه ما قبلتنيش أنا نقول لك وحد شيء ما عليش أنا أتنازل على عدم قبولي كطرف في الحوار ولكن مشاكل طور الإبتدائي كل معروفة عند العام والخاص الآن الحوار أنا نشوف من نظرتي أنه نحوس على حول لأن المطالب يعني راهي على طاولة الوزير راهي طاولة على الوزير الأول لأن يرفعوها له نحن عندنا مطالب قلنا خالد الطريق قلنا مشي لازم كل شيء الآن نحن عرفه الدولة الجزائرية وشيء تمر به الآن نريد فقط أن تجعل من هذه المنظومة ومن هذا الأستاذ هو يعني ليكون الطابقة المثقفة في المجتمع وتخليه بهذه الصورة المثالية لتميزه في المجتمع الجزائري طيب أستاذ المثالي ما هي الخطوة القادمة للتنسيقية فبعد هذه الحركة الاحتجاجية شوفي والله يا الأخت الفاضلة لازم يعرفوا الضغطات اللي نتعرضوا لها ولكن في نفس الوقت نفهمه بلي أنه راهي في تزايد دائم هذا هو ما تحملش مسؤوليتها الأستاذ بقدر ما تحول مسؤوليتها المسؤول المسؤول ماذا لو جيت تفاوض معي جيت تكلم معي معلش نروح نستبق الأمور ونقل لك نرفع ونقل لك عن تصعيد ونقل لك هذا نرى كنا نشوفي الأخت الفاضلة كنا في الفصل الأول لازم تكتبع الحقيقة كثير ما يعرفه أننا قررنا الدخول في ثلاثة أيام بعدها في مقاطعة الاختبارات ولكن عندما شفنا في فصل الأول أن الجزائر كانت تمر بتلك المرحلة الانتخابات المرحلة الحساسة يعني غلبنا مصلحة الوطن وتراجعنا بعد ذلك أنا عودنا تراجعنا نقولنا يوم واحد مع مقاطعة الأستاذبات يطالبون بمقاطعة الأعمال غير بيضاغوجية وهذا من حقهم لأنها ما عندهاش إطار قانوني وما كاش شيء يجبر الأستاذ أنه يعمل خارج المجال بيضاغوجي اليوم شفنا الأستاذبات بدأوا يطالبوا بأشياء يعني لازم نفهم واحد الشيء ما تحملش ما تحملنيش ما لا طاقة لي به أنا لما أطلع الأستاذ ونحاول نفهم ونحاول نوصل المطالب ما تجعلنيش أني أنا الذي أصعد وأنا راني ولكن لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته كيف تحمل مسؤوليتك لازم تجي وتخرج عند هذا القطع وعند هذا الأستاذ وتكلم معهم وتقولهم هاي الحلو ما تتكون وكيف تكون أستاذ تلمساني يبقى معنا لدينا تقرير كي تعلق عليه يجد تلاميذ دوار طلح ببلدية مولاي العربي بولاية سعيدة صعوبة مشاهدين الكرام إذن دائما مع ضيف أستاذ بلالة تلمساني رأيت هذه الصور صور معاناة تلميذ من معاناة الأستاذة إلى معاناة التلميذ كيف تعلق عليها الأستاذ تلمساني اليوم نشوف أختي الفاضي أحب أن نتكلم في أحد الموضوع مهم لو نشوف أختي لما جلنا الجيل الثاني جبناها للدول المتقديمة والدول المتطورة هل يتساوي التلميذ الأوروبي والتلميذ الأمريكي مع الفرص ليأخذها تلميذ الجزائر هل يتساوي الأستاذ الذي يدرس في أوروبا وفي أمريكا مع الأستاذ الذي يدرس في الجزائر اليوم إذا أردنا عدالة وإذا أردنا النهوض بهذا الشعب وهذا الأطفال وهذا القطاع لاجب علينا أن نعيد رسكلة هذا القطاع ونعيد تصحيح المصار من جديد كيف نصحيح المصار أننا يجب علينا أن نبني على الفرص المتاحة لنا ونحاول من هذا الانطلاقة تكون من هذه الفرص كيف الانطلاقة من هذه الفرح أن لما نعرف أنه بعد لازم نعرف شيء مهم أنه عندنا بعد عربي أمازيغي إسلامي لازم نبني مناهج بهذا الطريقة ما نبنيه هل مناهج تعنا بطريقة أخرى يعني كيف ذلك أننا نجيب مناهج كوبي كما نقول ونطبقها على أطفال وعلى هذا التلاميذ وعلى هذا الأستاذ نقوله طبقها على التلاميذ لما عندهم وما يتكافؤ في هذه الفرص إذا أردنا البناء إذا أردنا كذا نشوف هذه المشاكل البسيطة التي تباني بسيطة عند البعض ولكنها مشاكل عويصة عند تلك السكان عند هذا الأطفال عن طريقة استيعابهم للدروس على طريقة يعني فهمهم لهذا المنهج نريد إصلاح شامل هذا المنظومة وذلك بتوفير وسائل النقل بتوفير يعني كرامة للأستاذ بتوفير بتوفير مدالس فيها كل إمكانيات لكي نستطيع بناء هذا الجيل لكي يبني هذا الوطن إذن السيد بلاد لمساني عضوة تنسيقية الوطنية لأستاذ التعليم لابتدائي شكرا جزيلا على